بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة معروفة عندنا بأنها انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنوارة لكن ماذا تعمي كلمة الهجرة وما هي الأحكام المتعلقة بها الهجرة ترك فلان هاجر فلانا يعني تركه طيب فلان هاجر من وطن إبا ترك وطنه بعدين انتقل إلى بلد آخر أو موطن آخر الحقيقة إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عالم بالهجرة بعد بعثته مباشرة ذهب مع زوجته سيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها إلى ورقة ابن نوفى الابن عمه وهناك قال له ورقة هذه الكلمة قال له ليتني أكون فيها جذعا يعني قويا إذ يخرجك قومك فقال نبي صلى الله عليه وسلم متعجبا أو مخرجيهم قومي يجتمعون علي ويخرجونني من مكة المكرمة قومي الذين يلقبونني بأنني الصادق الأمين قومي الذين يحبونني وأحبهم قومي الذين سأسعى حتى أهديهم إلى الله تعالى أو مخرجيهم قال له ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا آذاه قومه وأخرجوه فكان في هذه اللحظة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ستحدث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في خلال دعوته لأهل مكة مر بعدد من المناطفات أول فترة كان نبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها المسلمين سرا لمدة ثلاث سنوات بعد هذه الفترة جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعو آده قومه يعني سبوا النبي صلى الله عليه وسلم آدوا أصحابه عذبوهم استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فاوضوا على أن يترك دينه إلى غير ذلك من أساليب المواجهة التي اتبعوها لكن سنة خمسة من البعثة أنزل الله تعالى سورة الكهف على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف كانت قصة أصحاب الكهف مجموعة من الفترة شباب أجبرهم الملك على أن يعودوا إلى دينهم الذي كانوا عليه من قبل إيمانهم بالله تعالى وهو عبادة الأصلاة إما أن تدخلوا في ديننا أو أن أعذبكم ما فيش قدامكم إلا يوم واحد فقرر هؤلاء الفترة الخروج نجاة بدينهم الصحابة قرأوا سورة الكهف وحفظوها مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما الذي يمنعنا من تقليد هؤلاء لماذا لا نخرج من مكة المكرمة فأشار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الحبشة سنة خمسة من البعثة حصلت الهجرة الأولى للمسلمين إلى بلاد الحبشة عددهم قليل ذهبوا إلى بلاد الحبشة مكثوا هناك فترة ثلاث شهور بعد الثلاث شهور لم يطب لهم المقام ناس ما خدوش على البهدلة في البلاد والخروج والذهاب ولغة غير اللغة وعادات غير العادات فعادوا مرة أخرى إلى مكة المكرمة لكن اشتد الإذاء فقرروا سنة ستة من البعثة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بست سنوات أن يخرجوا من مكة إلى بلاد الحبشة مرة أخرى حاولت قريش أن تأتي بهم لكنهم كانوا قد استقلوا هذه الباخرة أو السفينة ثم ذهبوا إلى بلاد الحبشة في بلاد الحبشة حاولت مكة أن تأتي بهم مرة أخرى وأرسلوا الهدايا وعمر بن العاص حتى يأتي بهم ومعه رجل آخر من مكة لكنهم فشلوا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ظل موجود في مكة المكرمة إلى أن أمره الله تعالى بالهجرة إلى المدينة المنورة وهنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة 13 سنة في مكة تحمل فيها المصاعب والإذاء والتعذيب والقتل للصحابة ويعني لاقوا فيها حتى فترة حصار لمدة 3 سنوات أكلوا فيها الميتة وأوراق الشجر وبعدها جاء فرج الله فخرجوا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة كان لزاما في فترة المدينة المنورة على كل مسلم يؤمن بالله تعالى أن يذهب إلى المدينة ليه؟ مكتبع جديد عدد المسلمين في قلة محتاجين نقوة بعض محتاجين كلنا نحمي دولة الإسلام اللي قامت في المدينة المنورة أي حد يسلم مش هيقدر يجهر بإسلامه يبقى كله يروح على المدينة المنورة ظل هذا الأمر لمدة 8 سنوات بعد 8 سنوات سدن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ثم أعلن وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وثم قال نبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي نطالب جميعا به قال والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه يعني إيه هجرة ما نهى الله عنه؟ يعني إذا كنا نحن النهاردة بنبحث عن الهجرة فما فيش عندنا مطالبة بهجرة من أوطاننا إحنا مطالبين بالحفاظ على هذه الأوطان ومطالبين بصيانتها ومطالبين بأننا نكون أحسن فيها وإننا نحسن دينا ونحسن أخلقنا ونحسن عملنا ونحسن ولئنا أوطاننا لكننا مطالبون بهجر المعاصي هجر المعاصي كل واحد فينا يحاسب نفسه ويهجر ما يسيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى هذا هو المعنى الآن لهذه الهجرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أشأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يبارك في أوطاننا وأوطان المسلمين إنه سميع قريب مجيب الدعاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته